انا هذين مقتنع بي برشا قلتو في الاف انتي وضحني تواصل لا لانو حكينا برشا قلنا الاري كلينتون كانت قابة قوسين من انها تهز الانتخابات وحت انا شفتولها تصريحات وتدوينات قالت اه خاتني كنت امرأة قالت لو كنت هنا اه فشلت على خطر اي حاجة اخرى ما كنتش نتقلق الافيئة كانت عندها مشكلة هلالي كلينتون قضيت كلينتون رجلها هذي جاي معناها راهي من اوساط معينة وتمثل امريكا امريكا ناشحة وكانت وكانت قاضية مترحمش وهذي مسلا راهي رمزية كبيرة ولعبة ياسر على انها كانت مدعية وحتى وقت اللي تحكي مع مترشح وتقوله حاكمتو مجرمين مثلك يعني اعطت فوقية هذي حاجة تتكلم بفوقية انتي مجرم مدين وانا مدعية عامة اي وفوق ذاك الكل انا نجحت لاني جيت من الاوساط الفقيرة ونمثل اه نوعا ما الحلم الامريكي ها ما انتي شكونك هو ورث لا ورث لا وكانترا الورثة متاعه معناها شنية معناها جدو جدو شكان بس حيح مش لازمة خاطر احنا الناس محترم او منجموش نحيو كل شي في البلاتو واضح الهنين بش نقعد كمام شوية خاطر شفت عليه سيدعمية حالتنا في امور اخرى مهمة جدا قوة الخطاب لديسكوغ بوليتيك عند الامريكان مثلا وحتى في بلدين اخرى تلقاه عام المتين مصيبة وتلقاه مشاكل كبيرة لكن الناس هذي يخدموا برشة على الصورة كما يقول لنا الدكتور رفع الطبيب على قوة الخطاب على الجستوال البخزانس يعني اللي تتفرج فيه وكأنه نجح وهو يعني يتكلم كرئيس هي اليوم وكأنها رئيس المتحدة وكيف كيف بنسبة لترامب رغم كل مؤخذاتنا اليوم اما نحكيه على قوة الصورة بالنسبة لهو قدش يعملوا على التصوير الى بالمنطق صحيح يحبوا يخرقوا صورة وكاريزمة يعني مزيفة وتكون صورة في الاعلام تتنطر يعني سكلتا واحد كما ترامب المفروض رف الحبس القضايا اللي عنده واحدة برك تنسفه لما شفت المجتمعات هذه هالغربية كيف تشتخدم يعني اللي عنده فلوس ما يشتش الحبس اللي عنده فلوس يتخطى كل شيء يعمل مصايب اللي خلاقها رب يكل اذا اه هوليوود مش متخلقتش بلايش راي هوليوود في وقت ما اه انطلطت الحكاية حتى علينا احنا العرب شكون ولا عنا رمز رنبو يا ودي رنبو مش هيقتل في الفيتنامين اش بتحكي يا اخي انت ما انا جالب رنبو رنبو ثلاثة رو في في افغانستان راوس ورلي عدو هانا ووقتي انا نشوف سمحن والله العظيم كنشوف شاب تونسي لابستريكو فيه عالم امريكا وفيها كلام نبقى بهد نقول هالدرجة معناه اثروا فينا ونخارونا للعظم اذاك عليش انا نطلط في الصحور اذاك عليش نقول الصورة هذي في امريكا اه شفتها وعشتها ونعرفها اش معناها يخلقوا ملا شيء صورة هو في الحقيقة روبوت معنا كي الروبوت باش هما يسيروه راوس وثم افلام امريكية جادة فضحت الحكاية ريال كيفاش وصله وصله رئيس دولة وهو كان رقيب في الجيش ومعناها ومعنوش معناها مستحيبش يكون رئيس دولة لكن صنعوا من صورته امه كانت تابعة لهاللبي اللي يحكي عليه الدكتور ووصلوه كاد قابقوا سينا وادنا بشو يحكم في بلاد فقط لهو لا علاقة له بالسياسة لا بالحكم ولا بالكفاءة لا من قريب ولا من بعيد هذه امريكا اللي حكيت عليه بالضبط الصورة يخلقوها من لا شيء ويفرضوها على المجتمع ايه وبدنا في الحديث عن الصورة بكل مثلا محاولة اغتيال ترامب هذا في اتار الصورة اللي قاعدين نحكيوا عليها وقبل ما نمشيوا الحزب الله اللبنان واليمن وكذلك الفصائل الفلسطينية اللي توقع في بكين على اتفاق لتشكيل حكومة مصالحة وطنية وقتية وهذا خبار مهم جدا لكن الهناي الدكتور رفعتوب انت يقدمك كتاب يتحدث على السياة الامريكية وكيف تدار الامور عندهم هو الهناي بشتولي مشكلة خاتينا بش نطالب بتقديم كتاب كل ما تجي بحثين مرحبا وعلا بكل بكل صور الكتاب هذي هو كتبوه مجموعة من الجامعين والخبراء من الجيش عنوانه عنوانه للماند ان دميل كارنة ذو بغل السياة العالم في الفين واربعين بعيون السياة العالم كما ترى السياة وفيه سيناريوات ومن العجب أن تلقم على السيناريوات قاعدة تصير تقود داب عينينا مثلا كما سألت السكر مفاميش وفرينا مفاميش كل شي تم التخطيط ليه ويقول هذي يجي في إطار الضغط على الدول التي تريد أن تكون لها سيادة أو استقلالية إلى خير كل شي كتبينه واحنا ما نقرأوش كتبوه مجموعة من الجامعين والخبراء الجاي من المؤسسة العسكرية واللي يهمني أنا هو أنه في الكتاب هذي تكتشف أن أسياء تقرأوا ما يكتبه الاستراتيجيين في العالم وأحسن دليل على ذلك أنه في صفحة 150 نحكيه على أحد أكثر المفاكرين الاستراتيجيين اللي أتمنى أن متوانسة كلهم يقرأوا في الجامعات في الغيرو اللي هو دافيد كيل كونار هو جامع أسترالي كتب كتاب اسمه الأعمدة الثلاثة لحرب الأنصار المعادية في 2006 كتبهم بعد الحرب على حزب الله اللي قامت بها قامت بها إسرائيل شيقول السيد هذا يقول لقد انهارت شوف هذا 2006 سيد العميد موش اليوم قال لقد انهارت العقيدة التي أسست للكيان الإسرائيلي ما يسمى بعقيدة بنغوريون والتي تعتمد على أربع نقاط النقطة الأولى هي الردع الاستراتيجي قلتها ألف مرة الثانية هي المبادرة بما في ذلك الاختيالات لنسيتي في الثالثة هي التحذير والاحتواء ثم نجم ونضيف لها كلمة التطبيع والرابعة وهي الأهم والتي ستكون ردنا على كل من يشك في أنه هناك انتصال يوم في غزة هذا النقطة الرابعة اسمها الحرب على أرض الغير هي بقاء الكيان هذا كل شيء مكتوب هنا البقاء للكيان سيد دامي بطبيعة الشيء لها ربما قالها بسرعة إش معناها رأيس رأيه كانت حياتها كاملة تحارب خارج الكيان لأول مرة نقلت لها الحرب داخل شوف ترك الرمزية أول أنت توا جبتنا كلام الدكتور وما جبتيش لانا شهر ونس وقت يقولتك سيضربونا تل أبيب فهمني؟ والله العظيم حدث والله أنا نستنى فيك وقتاش مش تقول هالجملة على خاطر أنا بش نقوله تور في بيلي بش تقولها كين كمله اللي بش نقوله الذي سأقوله اليوم أخطر بك أنت تحايل مع الدكتور ولا؟ لا أنا دكتور بنسبة إيانا قمة حتنا نحايل مع الدكتور واحد أنا هون أنا نحايل معك لا سمحني بالحق نعم صغير شوف أقرأ المشهد جيدا راه ربما مش تعدى مرك يرامك الحادث انت على الطائرة الشباحية اللي ضربت واللي في تمتلك من التكنولوجيا أنها تمر فوق ستة قواعد جوية ويسمح لها بالمرور مش ميروهيش يعطيها لفال وأنا كلمني من هو مختص في المضاد للطيران كلمني ضابط برتبة كبيرة قال لي كيف تفطنت لهذا وأنت لست من الجيش المضاد للطيران خاطر ذي اختصاص كامل فهمتي طائرة شباحية تمر وفوق ستة قواعد ويعطى لها الإشارة الإشارة المرور لفال جو تعدى وتوصل تضرب الرمزية كبيرة وكان لها وقع أنا ندرس في الموضوع الوقع يا سماع على المجتمع الكيان الصهيوني ما عندكش فكرة الرعب في كل مكان ناس تحزن في أدباشها ناس حضر في روحها ناس تغلق في شركاتها لأنه ما كانش يعني بعد صدام حسين الله يرحمه من كان يتصور أن يضرب قلب تل أبيب حتى الصواريخ الإيرانية ضربت قواعد جوية اللي سقطت ستة صواريخ اللي وصلت وسقطت ضربت قواعد جوية لكن لم تضرب الرمز اللي هو تل أبيب إذن اليوم راه أنا راه اللي بعد يعني بعد سماعات أربعة ويعني المسيرة التي طورها وضرب الكيش في أنهم ردوها شبحية بتلاها بأنواع خاصة من الدهن بحيث لا يصعب على الرادار أنه يلتقطها وحتى أشي قالوا هما راه راه ما راه راه ثم بعد عطاوها خطأ بشري لا عطاوها الأفضل بعد لا تحقيق ذرة وتعدد ستة قواعد واليوم يغيرون التعارف يغيرون سيكلفهم باهظا إلى الأبغريد للصعود إلى المستوى الخامس والي هو أعلى مستوى في العالم للتعارف لأنه يكونوا يحسوا روحا مرتاحين والقوة والغطرسة والغطرسة والقوة كانت خليها في المستوى الرابع اليوم الرمزية متاعهم لكن أنا أنتظروا خبر صار آخر توسعت الحرب يا سماعي وألقى الجيش اليمني الآن بثقله وضرب باخرة أمريكية والآن أعلن الجيش اليمني كامل الكيان الصهيوني منطقة حرب ومنطقة غير آمنة وهذا عنوان لدخول الجيش اليمني لا كجبهة السناد لا المرضية كجبهة قتال مباشرة مع الصهاينا وأذكر لماذا ها أربع ساعة التالي ماذا قال النتنياهو لقد أصبحنا لأول مرة يقولها لقد أصبحنا قريبين جدا من الاتفاق لأنه حذره الأمريكان والخبراء قالوا لا توسع الحرب نحن لسنا في وضعية لتتوسع الحرب وتدخلك إيران وتدخلك روسيا في الموضوع اليوم ما فعله الجيش اليمني كان حكمة بالغة يا سماعي لأنهم الآن بدخولهم بقوة وليس كجبهة السناد بل كطرف مباشر في القتال ضد صهاينة سيغير المعادلة وسيجبر الصهاينة على قبول بالتفاوض وبنهاية الحرب بل بسطها بل بسطها سيد العميد اليوم نحن بعد نشوفوا الأمور في الثنية بعد أثناش جويليا شو قال رفعت بيبع القوات اليمنية فاروق وينو فاروق أثناش جويليا شو قال الدكتور رفعت بيبع القوات اليمنية مقاتل يمني سمحوني بشعتي صورة معنا هي معنا تظهر شيء كاريكاتوري ولكن هذيك هيا قال وها لما الناس شاركوا معنا في الحرب يقول لك هذا معنا المقاتل يمني يأخذ أربعة تمرات ونص سيطر ويطلع للجبل قال تقرؤون بربشكون أنا عندي سؤال كبير يا سعودين بربشكون قاعد يعني فيكم في النصح وعندي نصف الجواب هما معنا بقايا القوات اللبنانية معنا والخسرين في حرب في حرب لبنان يا جمعة في قال أنواحكم لن تربحوا هذه الحرب اقرأوا وش قالوا البريطانيين على اليمنين لم تنتصر أي أمة ضد اليمنين واضح فوقال هالبرح والقوات اليمنية كما قال السيد العميد تعلن تل أبي بمنطقة مفتوحة وقالوا هي اليوم مفتوحة وغدا ستكون منكوبة قالوا توقعون في أي لحظة والمعركة بلا خطوط حمراء دكتور نرجع لكتاب اللي حكيتكم عليه المحلين العسكريين شي قولوا يقولوا نحن نتخيل